كنت دايما بتكلم في الجزئة دي من ساعة موعية عكورة أسمع دايماً إن مداخيل نادي الزمالك سور نادي الزمالك والمحلات اللي على سور نادي الزمالك وكثير من الإدارات إن لم يكن كل الإدارات اللي عدت على نادي الزمالك فقط سور نادي الزمالك سور نادي الزمالك وشوية الاشتراكات بتاعة الأعضاء بخلاف ذلك ما فيش أفكار متقرة لجلب مداخيل أخرى جديدة لنادي الزمالك وهو بص حضرتك هو أصلا الرياضة في مصر عندنا يعني فيها مشاكل كتيرة بخصوص موضوع الاستثمار وده مش موجود بس في نادي الزمالك ده موجود في أغلب الأندية يا أولا طبعا الرعاية والرعاية والبس والكلام ده هو طبعا يعني مش أفضل حاجة ومش أحسن حاجة ويعني أنا من الناس اللي بتابع الميزانيات يعني بتاعة الأندية ويمكن لغاية وقت قريب جدا كنت بتابع الميزانيات حتى بتاعة النادي الأهلي كيعتبر كأكبر مبلغ رعاية بيخش النادي الأهلي أعتقد برضو أن الكرة ما بيكسبش عنده يعني الكرة برضو مع كل المدخيل اللي بتخشله دي برضو ما بيكسبش عنده برضو بيحقق فيها خسار يعني الأهلي بيخسر؟ آه في الميزانيات بتاعته أنا فاكر آخر ميزانية أنا طلعت عليها ممكن من سنة أو من سنتين أنا مش بتذكر قوي يعني بس كان هو قيل في الميزانية بتاعته أنه في كل رياضة في الكرة خسرهم وأنه هو كان عنده أنا فاكر كان عنده خسارة حوالي 300 مليون جنيه رقم ضخم آه وأنه هو كان فيه 150 مليون جنيه فيهم على ما تذكر يعني أنه كان معوضهم من الدخل بتاع الإرادات بتاعت العضويات والحاجات دهية وعنده عجز لسه 150 مليون جنيه فهي الكرة في مصر ما بتكسبش ما بتكسبش الأسباب كتيرة جدا جدا أولا طبعا الجمهور التسويق يعني الجمهور المدرجات والمدرجات والملاعب ده دخل لا يستهان به خلي بالك يعني رقم كبير جدا جدا أنت يعني يعني رقم كبير ممكن تحققه من الكلام ده طبعا أرقام البس برضو الرعاية الكلام ده كله فيه كمان يعني حاجات تانية كتيرة ممكن تساعدك بقى في الكورة لو أنت يعني هتعمل منظومة كاملة يعني فده مش موجود في مصر للأسف اشتديك بس في المقابل يا فنم أتفضل أنا عفوا أتفضل كم ففيه طبعا عجز في القصة ديت كاستثمار في الرياضة في مصر كصفة عامة يعني لكن يعني إحنا عندنا بعض الأمور اللي ممكن نبدأ يعني نبدأ نستثمرها وأولها طبعا هو النادي ناب 6 أكتوبر وده موضوعه كان مهم جدا 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 ويمكن كنت أيام ما أنا كنت موجود كنت اشتغلت فيه فترة كبيرة جدا للأسف الصروف بتاعت 2016 والتعويم اللي حصل في 2016 أخرنا شوية فإن إحنا نبتدي في الموضوع ده لكن أنا كنت يعني خلاص أوقاتنا إن إحنا نبتدي فيه يعني واللي أنا سمعوا إن المهانس شام ناصر شغال فيه بجهده كويس جدا وأعتقد إنه يعني في خلال فترة بسيطة يعني هيبدأوا يعلنوا فيه في النادي وأعتقد إن ده هيبقى مخرج كويس لنا كنادي الزمالك لأنه ده لدلوقتي أعتقد هو المخرج الأساسي وأنا زي شايفه الوحيد عشان نقدر إن إحنا نعدي الأزمة المالية اللي إحنا موجودين فيها حيل في كل الأزمات المالية دي وزي ما حالك قلت كده إنه ما فيش مدخيل كتيرة وبمعظم الأندية بتقسر إن لم يكن كل الأندية بتقسر من كرة القدم يعني